السلام عليكم بنات اخوتي اخواتي مرحبا بكم في فيديو جديد وجولة جديدة ان شاء الله تعجبكم من الاعجاب ديالكم المهم جديد لكم الجديد البنات في الجوالات المهم البنات عنديكم معي في جولات من ضرع ويناتكم وتخرجوا من السترس ديالكم البنات خصوص ان هذه الجولات البنات شحرك يعجبوا العيالات اللي بحالي تقولها المهم ادخلنا لدي المحل للبنات اول حاجة ادخلنا المحل بالدهيبية درت لكم جولة باش تشوفوا البنات قولوا لي باش كل ما عجلش عليها تدير دورة هنا اياه قولي اياه كل شي المهم نعطاكم معلومة على الدهب البنات الدهب البنات راه ولا طالع ولا 16 رالف القرام يعني تزاد و اللي قالنا الدهبية قليك رغادي سوف اطلعتها ل20 اولف القرام المهم اطلعت الدهب البنات المهم بعت شي حاجة هنا هياه واخذيت شي حاجة وخما شاركتاش معاكم الصراحة ما شاركتاش وصافي المهم بعت شي حاجة وشريت شي حاجة كل شيء غزال وزوين ولكن تمره او طالع البنات 16 الف لقرام هذا الشيء كان نقول لكم فاش مشيت عنده البنات في شهر تسعود قال لك 16 الف لقرام ودابا اعلم الله شحل سيزاد فيه حقا لك غيوصل تال العشرين المهم شوف هدو قرميطات دياله دين شحل غزالين المهم خرجنا من عد المون الدهب دخلنا العد المون اللي معنا البنات ومون التريات ومون كل شيء يعني راكين حدا بعضياته اللي بغي يسوه الفين جواده وراف الفقية بنصالحة البنات علش كان اهضر انا ما شيفش بلاس اخرى غير تم مايه في الفقية بنصالح المهم هذا المحل تن تقدم عنده الصراحة فين ممشيت وبغيت ناخد شي حاجة كان ناخدها من عنده صراحة عنده كل شيء زوين هنا تريات صراحة يحمقوا المميعنات كل شيء اخديت من عنده تريات في الاخير غالي نوريها لكم اه ان شاء الله اه هنا شوفوا البريردات اه كيل جديد صراحة والبلاطويات وكل شيء صراحة غزال المهم انا جيت لكم هات جوج للفيديو اه جيت لكم هات جوج للجولات الجوج المحلات ما كيف اخصو غير العيالات وخطر الرجالة لكنش رجالة يіт اعشقوا المميعن ومميعنig وكل شيء جيد اكتارية العيالات ف aveات الدور toujours هات يعملها وعندها مميعن صراحة غادي تعطوني الرأي دي لكم مجتمعون لها حال الدر في محل الدور في الممينة و أعكس من الدار و مجتمعون لها حال الدهبة يمكنكم أن أحد لكم في جوجه البنات و كلها تكتب لي فيكم كومنتر في اللي كتفضل بالنسبة لي انا اللي سنهضر على رأسي اللي سنهضر على رأسي أعزيز عليكم اندخل المحلات فى ممينة و الأتاة في الدار كل شيء يتعلق بالمنزل بالنسبة للذهب سيقولون اشتهبيلا حمقه الذهب هو الاول لا انا كنفضل الحاجة ديال الدار الحاجة اللي تكون زوينة في الدار مميعين تريات كل شيء كل شيء يتعلق بالمنزل بالنسبة للذهب يبقى ذلك غير تزيني في يديك المهم كنفضل حاجة حاجة نديرها في دينا يعني باش نخزنه في حال شناس يقولون غادي نخزنه الفلوس في الدهب لا را ما تخزنوش الدهب في الفلوس را كتمشي لكم الدهب تيمشي لكم فلوس في الدهب وش انتي كتشري شرط لا مثلا انا اعطاكم كتشري شرط لا مئة الف مئة الف ياك مني كتمشي تبيعها وش هتتبيعها بنفس التامال ولا هتتبيعها بزيادة لا كتمقص يعني كيعطوك فيها كيحبطوك من ديك مئة الف قدري هتتبيعها بثمانين قدري هتتبيعها بثمانين قدري هتتبيعها بثمانين مئة الفلوس اما بالنسبة للناس اللي كتشري و تديروا غير فيديها يعني المنظر هذا كتبقى هدرة اخرى بالنسبة للسميتو بالنسبة لي في حالي انا نفضل ندير شي قدري هتتبيعها بثمانين يتبيعها بثمانين يتبيعها بثمانين يعني كي نشري و نخزن أبدا قلوا لي المعنى نشري و نخزن كل مرة نضيف حاجة و نطيف حاجة و ندير في حاجة و نحط فيها يعني هادشي اللي كيعجبني و و الدكورة صراحة اللي كتفضل هذا تقولها لي و اللي كتفضل المحل ديال دهب تقولها لي و كل واحد تبقى أدواق كل واحد في الشخصية ديال المهم انا كيعجبوني هادشي شوفوه بنتريات كي يحمق انا دخلت لنا حمقوني كثير من المحل ديال الدهب المهم انا نسطي انا نسطي انا عزالي هادشي ديال المعنى و ديال الاترة في المنزل و ديال الحاجة اللي كتفضلها دائما دائما اما ذلك الشيء الاخر المهم ايو اشوفو البنات صراحة غزالين غزالين صراحة خديت بزاف الحويجات من هنا و لكن شاركت معكم صراحة غير تريا من بعد غدا نشارك معكم فيديو المشتريات كلها يعني را خديت من هاد المحل و خديت فاش كنت مسافرة الجديدة و خديت من الصويرة يعني كلها بلاسة خديت منها حاجة و خديت من المحمدية كل حاجة خديت منها صراحة شي حويجات و ان شاء الله نشارك معكم كل هم المشتريات اللي خديت و غادي بهم المغرب كل شي غادي نشاركوا معكم و انتمنى اعجبكم فيديونا و انتمنى اعجاب و انتمنى اعجبكم و انتمنى اعجبكم و انتمنى اعجاب اعجبكم و هاتش اللي كانت البنات المهم كنت نقلب هنا ساعة اختيت واحد العيبات ادرتهم احدها. وصافي من بعد نوريهم لكم كنت تنقلب على في حال هاد الهاد اللي عندهم الغطيات ولكن كينين في شكل اخر وما كينينش هادو كل اللي بغيت. ولو خرجوا وحدين اخرين اه دايرينهم غير يعني ما عندهمش الغطيات عندهم غير في حال هكك الكويس وصافي محطوط. وصافي ما ما لقيتش هادو كل اللي بغيت. وصافي كنت تلقى اللي بوك نصور. المهم شتو اه الديكورات كديرين هاد المحل كل شي فيه اه ماكينة الصابون ماكينة المعان كل شي فيه هنا يا صراحة كل شي عنده. وهناك نوريكم بعد ما عالكت تريا وشريت تريا من هادك المحل نفسه والبنات اه خضيت تريا كبيرة يعني الحجم الكبير اللي الصالون في المغرب. وعلقتها وعد بجرت لكم هاد الهاد الجولة كتصارحة نصورها ليكم بقى فلا ارد ولا كي لقيتهم عقوها. رجلي مع اه جارنا ولقيتهم علقها نصور لكم هكا. هي كتبدل اللوان. يعني كتفى البولة وكتشعل كي يولي لون اخر تطفى ثاني البولة تي يولي اخر يعني اللو اللي يعجبك هو اللي كتخلي في 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 دوشعل. صارحة اللوان قال لي فيها زوينين. اه 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 هادش اللي اللي كان لبنات منا يعجبكم فيديونا الاججاب ديلكم الى فيديو قادم إن شاء الله مع الجديد